بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم زكري عبدالعلي MVP أمبر كديرو MVP ميكروسوفت ولم لا إن شاء الله في المستقبل شاهد من جوجل إذن نعم سندخل جوجل كلاود كومبيوتينج أو جوجل كلاود بلاتفور مقدمة إذن شرحنا ما هو آزير ميكروسوفت آزير ما هو الكلاود بصفة عامة وما هو آزير وشرحنا أيضا الخدمات التي تخص المبرمجين فهناك خدمات تخص جماعة الشبكات والإنفراستركتر جماعة الديفابس وكل ما هو كيبرنيتيس وأشياء أخرى خاصة بهم جماعة البيك داتا إلى آخره وكل ما هو داتاسيونس وأيضا ديسيجيونال ونحن ركزنا فقط على الخدمات أين المبرمجين يستطيعون استعمالها في تطبيقاتهم وهذا هو الشيء المهم كمبرمجين فإذن شرحنا نوعا ما الأمور خاصة بالداتا لكن ممكن يعني يستفيد منها مثل داتا فاكتوري يستفيد أيضا منها المبرمجين ليعملون أشياء يعني لإنشاء داتا ورهاوس بسرعة يعني بدون تدخل يعني البيك داتا وأمور خاصة بمعالجة البيانات العملاقة وأيضا اتخاذ القرارات يعني بساطة يعني دخلنا في أمور بسيطة في الداتا المهم هذا كمبرمج هذا ما يهمك أن تعرفوه في أزور نحاول إن شاء الله أن نعمل نفس الشيء عن طريق جوجل فأول سيرفيس مهم جدا مهم جدا مهم جدا للمبرمجين هو استعمال ستوريش مثل الداتا بيز مشهورة جدا عند المبرمجين تكلمنا على أزور داتا بيز سيرفيسيز وسنتكلم أيضا على ستوريش هذوم الاثنين يعني مطلوبين جدا بعد ذلك الكيفولت أيضا سيستام بيز أيضا مطلوب تعانوا مع الأكتيف ديركتير مطلوبة كلها مطلوبة لكن أهم شيء هو سيرفيسيز والداتا بيز إذن جوجل ستوريش سنبدأ إن شاء الله جوجل ستوريش ثم نذهب إلى الداتا بيز وكل هذه الأشياء التي عملناها مع أزور سندخلها مع جوجل قبل الدخول إلى جوجل هناك دورات كثيرة كما قلت خاصة في البداية قبل أن تبدأ مع أزور وتبدأ مع جوجل عليك أن تفهم ما هي البرمجة السحبية فهناك درس هنا سميته أزور سيرفيس أزور سيرفيس هذا سيحكي لك قصة الكلاود ما هي الشركات التي تستعمل الكلاود أمثلة مباشرة عن طريق استعمال الكلاود يعني كما تلاحظون هنا شرح مبسط وفيه خدمات جوجل خدمات أزور وخدمات ميكروسوفت وشرحنا بالتفصيل حتى أننا عملنا ما هو الفاس والباس والأس والأس وكل شيء خاص بالباس أيضا ومع أخي مؤيد يعني شرحنا بالتفصيل ما هي السرتيفيكيشن خاصة بأزور أيضا كما تلاحظون هنا الباس وأشياء الموجودة في الكلاود فكل هذه الأمور تجدونها سأعطيكم الرابط أسفلهم إن شاء الله فقبل أن تبدأ هذه الدورة أو دورة أزور عليك أن تبدأ أولا بهذا الدرس أو هذه السلسة من الدروس الموجودة في أزور سيرفيس مع أنها يعني في البداية لا تخص أزور يعني في البداية تتخص يعني الكلاود بصفة عامة الدروس الأولى كلها خاصة بالكلاود بصفة عامة بعد ذلك دخلنا في أزور وتعرفنا على مختلف الخدمات الموجودة في أزور إذن كل الأشياء الخاصة بأزور تجدونها يعني هنا في القناة لم تذهب إلى بلايليست فتجد كل ما هو أزور وخدمات أزور نتوقف عن أزور الآن ونبدأ إن شاء الله على أستوريش إذن جوجل كلاود ستوريش تخزين السحابة من جوجل الموجود على أزور استوريش سنعرف جوجل يقدم عدة أنواع من التخزين كل نوع مصمم لتلبية إحتياجات مختلفة مثل تخزين كمية هائلة من ملفلات أرشيف البيانات ضمان توفر البيانات على مستوى مناطق جغرافية متعددة يعني للسرعة التخزين المتعدد في تعدد مناطق والتكرار في عدة مناطق يوفر طريقة من طريقة التخزين أنك تنسخ نسخة من هذه الملفات لأنها ستمثل Object يعني بذلك الملفات لن نقول ملفات بل نقول Object أو كائن هي مختلف أو شيء هي مخصصة لتخزين البيانات بشكل مكرر عبر عدة مناطق هذا عن التكرار التكرار وهو يتم نسخ البيانات وتوزيها عبر عدة مناطق جغرافية لضمان استمرارية الخدمة حتى في حال تعطل إحدى المناطق أو المراكز يعني المركز الآخر ننتقل إلى المركز الآخر لستعمال نفس البيانات أيضا للسرعة عندما تكون أنت بعيد على يعني الداتا سنتر الموجود بجنبك تكون بعيد على الداتا سنتر فهناك داتا سنتر آخر قريب منك فيه نفس التكرار فيه نفس الملف لذلك سيكون سهولة في استرجاع الملفات الوصول المستمر مثل خدمات البث الصوتي يعني هناك ستريمين أو الفيديو يعني الشات يعني فهناك يعني طريقة الوصول المستمر والسريع إلى البيانات نظام الأرشيف للملفات قليلة الاستعمال إذن هنا نستطيع يعني أن نعمل أرشيف يعني للملفات التي نصل إليها مرة في السنة أو مرة في الشهر فهناك أنواع أيضا من أنواع الأرشيف يعني هناك كولدين لين كولد لين وعندك أرشيف مناسب للبيانات التي يتم الوصول إليها مرة أو مراتين سنوياً مخصص للبيانات النادراً ما يتم الوصول إليها لاحظ هنا تحتاج إلى هذا يعني هذه دائماً تجدها ككونفجوريشن أو إعدادات على من سوى أزير أو على من سوى جوجل يعني هناك إعدادات فتختار أسأل تريد أرشيف أو كولد لين أوكي التخزين لمجموعة كبيرة من أنواع الملفات بما أنه كلاود أكيد يعني هناك تخزين لمجموعة كبيرة مرن ويدعم تخزين جميع أنواع الملفات تقريباً بما في ذلك الملفات النصية الصوتية الفيديوهات صور إلى آخرهم أوكي سبوتيفاي لاحظ أن سبوتيفاي تستعمل جوجل لتخزين الملفات وسنابشوت أيضاً يستعمل جوجل لتخزين وتشغيل كمية هائلة من الملفات الموسيقية الموسيقى والملفات الخاصة بسبوتيفاي وهنا أيضاً لتخزين كل ما هو المحادثات يعني المحتوى المرسل عبر التطبيق بما في ذلك الصور والفيديوهات يعني المحادثات والصور والفيديوهات عن طريق سنابتر أوكي إذن للوصول إلى كلاود جوجل عفون هو كلاود جوجل بونكو للوصول إليه بما الآن سنشرح أهمية مكونات الموجودة في في استوريش سنركز على استوريش أول مفهوم نسميه بوكت البوكت هي واحدات التخزين الأساسية إذن عندما تخزن مجموعة من الملفات لا نقول مجلد ملفات إلى خيره مثل ما نعمل في اللوكال أو بعم برمايس فالآن نسميها بوكت حيث يتم تخزين البيانات لكن اسم فريد عالمياً يمكن أن يكون اسم البوكت الخاص بك فريداً عالمياً لأنه سيعطيه URL يعني سيعطيه كأنه نوت دومان يعني يمكن التحكم في إحدادات الوصول والتخزين الخاصة بالبوكت مثل الموقع الجغرافي نوع أولاً النوع ما هو نوع البوكت؟ هل هو للأرشيف؟ هل هو للوصول مرة واحدة سنوياً؟ هل الاستعمال الدائم لهذه المجموعة من الملفات أو المجموعة من الأبجيكت؟ هل هي ريجيونال أو متعددة أو خاصة؟ يعني نحدد عند إنشاء البوكت هذه سنحدد أنواع كثيرة من الإعدادات ومساوية التخزين هناك مساوية التخزين مثل الـ Class وStorage يعني نضع فيها الأصناف وكل سنف يعني هو خاص بـ Object البيانات المخزنة داخل البوكت تسمى Object إذن لا نسميها ملفات داخل المجلدات بل نقول Object داخل البوكت وقد يكون ديركتوري يعني موجود فيها البوكت التي يكون فيها ديركتوري للتصنيف فقط وليس يعني فعليا مثل ما هو موجود في القرص الصلب يعني نجد ملفات يعني مجلدات بل نجد أسماء فقط لترتيب مجموعة من الملفات يمكن أن تكون هذه الكائنات أي نوع من الملفات نصوص صور فيديوهات تطبيقات إلى آخره الكائنات تتضمن بيانات المستخدم بالإضافة إلى بيانات وصفية متا داتا تتحدث أو تحدد خصائص إضافية عن الكائن يعني عندما نخزن الكائن عنده مجموعة من البيانات ليسمها متا داتا الأصناف أو الفئات إذن يوفر عدة فئات تخزين لتناسب احتياجات التخزين المختلفة فعندي صنف يسمى استوندار يعني الصنف العادي للأغراض العامة تستخدم عند الحاجة للوصول إلى الفوري والدائم للبيانات هذا استوندار هو الكثير الاستعمال يعني دائما ما نستعمل استوندار لأننا أكيد يعني عندما نريد زبون نعطيه مثلا مكان على ستوريج الخاص بنا نقول له في كل مرة تنشئ ملفات ضحى في هذا المكان ثم بعد ذلك تطبيقي كمبرمج سيذهب إلى هذه الملفات التي ضافها زبون يوميا وفق نظام عنده نظام معين أو تطبيق معين يقوم بحفظ هذه البيانات في منطقة معينة ليتم استرجاعها لأنه ربما لا يملك API لكي أصل إليه وأسترجع البيانات التي أحتاجه من قاعدة البيانات الخاصة به فهو ممكن أن يرسل لي يوميا الملفات وإضعها في الكلاود وأنا أسترجعها لإعادة ترتيبها وتنظيفها ووضعها في قاعدة البيانات الخاصة بنا أوكي إذن هنا نير اللاين لتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بمعدل مختلف منخفف هذا الذي شرحناه لتخزين البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل نادر والأرشيف الطويل التي لا نريد الوصول إليها إلا ما أردنا استرجاع الأرشيف إذن عند إنشاء البوكيت وعند إنشاء يعني نقول ما هو النوع الذي سنع هل مجموعة الملفات هذه ستكون ستاندار؟ هل مجموعة الملفات التي تكون بالدقي لها تكون أرشيف؟ إذن لابد من البداية أن تعرف ما هي نوعية هذا الجزء من التخزين أو ما هي مهمة هذا التخزين أو ما هو الصنف أو الكلاس لهذا التخزين نعمل له تصنيف أكسيس كونترول لابد يعني في أي مجال أو في أي شيء نعمله على الكلاود أو في أي مكان نعطيها أكسيس كونترول يعني يمكن التحكم من يمكنه الوصول إلى البيانات يعني نعطيه صلاحيات الوصول إلى هذه البيانات أوكي؟ فهناك يعني وحداء التحكم ACL وهناك EAM اسمح بالتحكم في الصلاحيات على مستوى الدور في حين يعني وفق الدور وهذا من ستعمله إن شاء الله هو حسب الرولز كما هناك أيضاً Lifecycle أي إدارة دورة الحياة دورة الحياة management يعني نستطيع تسيير دورة أو إدارة دورات الحياة الخاصة بالملفات أو وحدات التخزين فنقول له عندما لا يتم الوصول إلى هذه الملفات أوتوماتيكياً ضحها في الأرشيف مثلاً فهناك يعني دورة حياة أوتوماتيكية يعني مثبتة موجودة على مستوى Google Cloud فإذا أردت التغيير فيها فأنت تستطيع الذهاب إلى الماناجر هنا وتغير SQL يعني تغير تقول لا أريد تقليص المدة إلى آخره أو حساب استخدامها على سبيل المثال يمكنك نقل البيانات من الفئة ستندار إلى فئة Cold Line بعد ثلاثين يوماً من عدم الاستخدام كمثال ثمانية واجهات البرمجة والأدوات APIs يعني هنا يهم المبرمجين يمكن التفاعل مع استخدام واجهات برنامج تطبيقات APIs يعني عندي خدمة APIs تمكنني من الوصول إلى الملفات حذف الملفات تسيير البوكات إلى آخره هناك أيضاً أدوات مثل JTools هذا JTools لا أعرف حتى النطق الصحيح هي أداة سطر أو أغامر توفر يعني Command Line توفر لك التحكم في المغزن كما قلت أنا جديد يعني في جوجل فهناك بعض المصطلحات الجديدة عليها فربما لا أنتقوها بالكيفية صحيحة فالمهم أن نفهم المضمون بعد ذلك سندخل في التفاعل إن شاء الله إذن هناك Multi Region و Standard Region أو Regional Storage أو Multi Region ففي الملتي يعني بين الأمور تخزين البيانات في مواقع جغرافية متعددة والرجيونال تكون في منطقة جغرافية واحدة لكن في عدة Data Center يعني تختلف تخزين لكن يقلل من سرعة الوصول واحد جغرافي واحد لكن يقلل عفوا هو في مكان واحد لكن هنا متعدد سنصل إليه من عدة أماكن أما هنا فهو واحد فقط يعني موجود في الرجيونال لم يتكلم ال Data Center أنا أكيد يعني هناك عدة يعني نحن نستطيع حتى في الرجيونال واحد في أزير نستطيع أن نقله في عدة Data Center ما هي يكون في الرجيونال واحد لكن في عدة Data Center والميتي يكون في عدة Data Center في عدة ريجيونال أو عدة مناطق جغرافية ويتم احتساب التكلفة أخيرا على حجم البيانات المخزنة كفئة تخزين مختارة يعني حسب الفئة التخزين وحسب عمل يعني الحجم البيانات التي نخزنها في جغراف